الله أكبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين منذ أيام لم يرفع الأذان فيها بعد إغلاق مداخل المسجد الأقصى من قبل الكيان الصهيوني ومنع المصلين من دخوله وأداء الصلاة فالأردن الذي يشرف إداريا على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حذر من تمدي إسرائيل في انتهاكاتها غير المسبوقة لحرمة المسجد مطالبا بفتحه أمام المصلين وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى ومنع التصعيد وزير الأمن الإسرائيلي في تصريحات صحفية أكد أن الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مداخل مدينة القدس المحتلة حيث نصبت كاميرات وبوابات إلكترونية وأجهزة إنذار على مداخله العمر الذي أجبر المصلين على أداء الصلاة عند أبوابه وفي الأزقة المؤدية إليها ومنعت قوات الاحتلال موظفي المسجد من الدخول إليه بعد أن صادرت مفاتح الأقصى الداخلية والخارجية فيما سمحت فقط لرئيس حرس المسجد الأقصى بالدخول بشرط عدم التجول داخل المسجد وفي ساحاته تحذيرات ومخاوف فلسطينية من استغلال الكيان الصهيوني بعد حدثة استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين وقتل جنديين إسرائيليين في اشتباك مسلح وقع قرب باب الأسباط المؤدي للمسجد الأقصى المبارك وفرض واقع جديد للمدينة ومحاولة تقسيم المسجد على غرار ما فعلته بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ويسمر التوتر في مدينة القدس خاصة في البلدة القديمة رفضا لتثبيت إسرائيل بوابات فحص إلكترونية عند مداخل المسجد الأقصى بعد رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قرر إقامة بوابات تفتيش مطالبين بإزالتها فيما جدد مستوطنون يهود اقتحامهم له تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر